نستكمل الحديث عن الفصل الرابع من مقرر العلوم العامة فصل الأحياء المنضوع السادس الجهاز الدوري الأهداف نتعرف الطالب تركيب الجهاز الدوري يستنتج وظيفة الجهاز الدوري وكيف يعمل يستشر عظمة الله سبحانه وتعالى في الجهاز الدوري النشاط مما يتكون الجهاز الدوري وما هو عمله الجهاز الدوري يتكون الجهاز الدوري من القلب والأوعية الدموية يدور بداخل الأوعية الدموية الدم يبقى في قلب وفي أوعية دموية المختلفة دي وجواها يتحرك الدم نشاط ثاني المواد الإقراقية إلى الكلياتين لتخلص منها نقل هرمونات إلى أنسجة الجسم المختلفة توزيع الماء والأملاح نشاط ثاني مما يترقب القلب القلب عضو أقوف مخروط الشكل تتقه قاعدته لأسفل يتكون من جانبين جانب أيمن وجانب أيصر مفصولين بحاجز كل جانب يتكون من غرفتين بينهما سمام الغرفتين بطين وأزين قدار البطين أسمك من قدار الأزين لا ما احنا شايفين مخروط الشكل غرفتين واحدة يسار واحدة يمين أزين وأزين أزين وأزين وبطين وبطين أزين وأزين وبطين وبطين نشاط رابع كيف يتم توزيع الدم على أجزاء الجسم حركة الدم يغري الدم في أوعية دموية تنتشر بجميع أجزاء الجسم الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى القلب تسمى أوردة الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب تسمى شريين تتصل الأوردة والشريين من خلال شعرات دموية الشريين تتميز بجدار سميق وتوجد مدفونة في العضلات وتحمل دما مؤكسدا معدى الشريين الرئوي تتميز الأوردة بأنها تحمل دما غير مؤكسدا باستثناء الأوردة الرئوية في القتام لخص ما تعلمته ترجمة نانسي قنقر